بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك وشرح القواعد الخاصة بسويفت فاندر نحاول بسرعة شديدة للغاية نتناول أغلب القواعد هنا الاستوبلوز مطلوب لا مش مطلوب لكن هو بنصحك أن انت تعمل إيقاف للخسارة لكن هو غير مطلوب في هذه الشركة هل الحسابات ديمو أكاونت واللايف؟ لا مش أغلب كل الحسابات ديمو تمام هنا بقى السؤال المهم جدا المليموم تايم يعني أقل وقت تقضيه في الصفقة هو بيقول لك والله إحنا مش محددين وقت لكن الـ HFT ممنوع لدينا ما هو الـ HFT التداول العالي جدا إنك تعمل عقود كبيرة جدا في زمن قصير بعض الشركات بتجعلها خمس ثواني تلاتين ثانية لغاية دقتين دي الـ HFT تمام الـ Skilling Plan عندهم إنك تعمل إتناشر بالمئة كل تسعين يوم خلال تسعين يوم تمام لو عملت الكلام ده يعطيك خمسة وعشرين بالمئة زيادة على حسابك هو عاملك مثال قالك والله الشهر الأول ربحت ستة بالمئة والشهر التاني انت خسرت تلاتة بالمئة سالي بقى إيه تمام وجيت في الشهر التالت عملت بوجب تسع بالمئة فالمجموعة هيبقى اتناشر بالمئة تقدر ترسلهم على هذا الإيميل علشان يعطوك خمسة وعشرين بالمئة زيادة على حسابك مشاركة الأرباح الرئيسية هي تمانين بالمئة انت بتحصل على تمانين بالمئة والشركة بتحصل على عشرين بالمئة ليس لديهم مشكلة في تداول وقت الأخبار لكن هو بيقول لك خلي بالك ان هيكون هناك انزلقات سعرية وقت الأخبار فحاول الأجنتة الاقتصادية يعني تتطلع عليها تمام هم بيدفعوا عن طريق طبعا التحويل البنكي وريز وايضا الكريبتو هنبقى نشرح رايز ان شاء الله الحد الأدنى خمسة وستين دولار تمام وتقدر ترسلهم على هذا الإيميل أيضا طبعا هنا بقى أربعة وعشرين ساعة هو بيكلم في يعني في موضع آخر ان هو التحويل بيتم من اتناشر ساعة لأربعة وعشرين ساعة تقريبا يعني هنشوفه برضو لكن هو في خلال أربعة وعشرين ساعة انت بتكون تم التحويل لك طبعا يمكنك ترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع وأيضا يمكنك المتاجرة على الكريبتو في الويك اند لا يوجد أي مشكلة لديهم توصيق الحساب في هذه الشركة طبعا انت بعد ما تنتهي من المراحل بمفروض اللي انت أول حاجة طبعا البطاقة الخاصة بيك طبعا الإقامة تمام الإقامة ديت ممكن تثبتها بكشف حساب بنكي سواء بطاقة تمانية أو يعني ممكن رخصة كيادة ممكن تمشي معاهم رغم إنهم مش كاتبين رخصة كيادة لكن تمشي تمام لكن كشف حساب بنكي أو فاتورة مرافق هي دي اللي بتمشي في إثبات السكن أنا بعملها بكشف حساب بنكي الحقيقة وتعمل سيلفي طبعا السيلفي حاول تعمله على الموبايل ويكون هناك انترنت قوي للغاية لأن السيلفي ده هو اللي بيحير ناس كتيرة جدا المراجعة بتتم من 12 إلى 24 ساعة تمام المراجعة الخاصة بالكي واي سي اي ده هو بيقول لك ايه مفيش اي مشكلة اي دي كارد والادرس وايضا البطاقة او جواز الصفر لا يوجد اي مشكلة ده التوسيق في الشركة طبعا التوسيق بيتم بعد ما تنتهي من التقييمات طيب الفي بي ان والفي بي اس هم الحقيقة مسموح في الفي بي ان مفيش اي مشكلة لكن الفي بي اس هم متشاددين جدا في مسألة الفي بي اس عندهم ميزة ممتازة جدا اللي هي تغيير الايميل الخاص بيك بس لازم ترسلهم الهوية الخاصة بيك اه جواز الصفر ادي اه جواز الصفر علشان يتحققوا منك ويقدروا يغيروا الايميل الخاص بيك دي سياسة الاسترداد اللي هو انت مثلا دفعت للشركة وعاوز تسترد الحساب وعايز تسترد اموالك ومش عاوز الحساب خلال 14 يوم بس اشتر طبعا اللي انت ما تكونش عملت صفقة وتقدر ترسلهم ويرجعوا لك اموالك مرة اخرى دي خيارات الدفع عندهم ادي اكتر من حاجة الفيزا والمستر كارد والانستان بايمينت واسترو باي والكريبت وتقدر تدفع طبعا افضلهم تي ار سي عشرين يوز تي تي ار سي عشرين تمام طبعا هنا زي ما قلنا تقدر تتركوا الصفقات لما بعد نهاية الاسبوع طيب نذهب بقى الى طائفة اخرى من الرولز الخاصة بهم تعال بقى نشوف مثلا نهبط بالاسفل كده تمام اللوت سايز ما فيش اي مشكلة بيقولك هو على حسب السينك ماركت تمام لكن هما ما عندهمش قيود على حجم العقد دي اهم حاجة بقى الرستراكشنز الخاصة بالتريدنج يعني اللي هو قواعد الاتصاق الخاصة بالمتاجر دي اهم حاجة في اي شرك فانا اريدها ما فياش حاجة يعني كلها اللي هي الحاجات العادية كلها اللي هي مثلا اللي انت ممكن تشتري حسابين حساب بتعمل فيه باي وحساب تاني بتعمل سل ده ممنوع او اللي انت اتفق مع اشخاص اللي انت تعمل باي وهم يعملوا سل على نفس الاداة ده كله ده ممنوع تمام او اللي انت تستغل الصغرات الخاصة بالميتا تريدر ممنوع كل الحاجات ديت اللي موجودة فيه اغلب الشركات دي بقى قواعد الاتصاق اللي هي الخاصة بيه المتاجره القابة تريدنج اللي انت متنسكش من حد طبعا اللي هو بتعمل جروب هيجنج ناس بتشتري وناس بتبيع او انت تعمل حسابات تعمل شراء وبيع ده كل ده غير مسموح بيه تمام كل هذه الاشياء طبعا والاتش اف تي طبعا غير مسموح بيه هنا مش كاتب تعريف للاتش اف تي يعني مش كاتب خلال كام ثانية مش كاتب تمام لكن هي طبعا معروفة ان هي حجم عقود كبير خلال يعني دقتين خليها دقتين البعض بيجعلها زي بقيتلك خمس سوان والبعض بيخليها تلاتين ثانية والبعض بيخليها ديئة او دقتين طبعا هو بيقولك ما تخليش حد يدلك حسابك وكل هذا الكلام ممنوع للغاية في هذه الشركة طبعا احنا كنا تناولنا الدول الممنوعة في هذه الشركة كوبا والايران والكوريا الشمالية والروسيا وسوريا والبلقان وبلا روسيا وبورما او مينمار وجمهورية افريقيا الوسطى والكنغو والسيوبيا والعراق واللبنان والليبيا والسودان وفينزاولة واليمن والزينبابوي دول كلهم ممنوعين من المتجرة مع هذه الشركة طبعا هنا بيكتبوا الرفع المالية وهي واحد لمائة في البرول سبرينت واحد لخمسين وليت وطبعا دي الكريبتو بقى والعملاء والمعادن كتب داك الرفع المالية الخاصة بهم او تفاصيلها هي كله واحد لمائة واحد لخمسين واحد لعشرين واحد لاربعين اللي هو البترول والميتلز واحد لتمانين واحد اتنين الكريبتو اا فطبعا يعني هو بقى المشكلة هنا الكوميشن سبعة دولار لكل لوت كتير قوي سمك ماركت بصراحة كتير قوي سبعة دولار سبعة دولار لكل لوت دا كتير قوي يريد يا جماعة الشركة تختار حاجة غير سمك ماركت يعني برضك الكوميشن بتاع سمك ماركت كتير جدا مبالغ فيه يعني فيه خمسة وفيه اربعة يعني حاولوا تتساهلوا شوية هنا القواعد الخاصة بدمج الحسابات اول حاجة بيقولك الشرط الاولاني ان هو يكون حساب مول تمام؟ الشرط التاني قال لا يكون تم التداول عليه يعني هو حساب مول لم يتم التداول عليه خلاص هو اول ما اصبح مول انت مشتغلتش فيه تمام؟ وينكون الحسابين اللي انت عاوز تدمجهم من نفس النوع تمام؟ يعني الحسابين Elite او Sprint تمام؟ لازم يكونوا من نفس النوع كطبعا الاكس epirt مسموح بيه هادي او الاكس برت ما يكونش UFT Parks تمام؟ يعني اوeni Share committee اونا اونا اصبح بهم مول انت م PEG وهو الاكسيبرتات يعني هو هنا اهو اله اي 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 ا لان هو بسم الله ما شاء الله عليه كاتب لك يعني قائمة طويلة بما هو غير مسموح في الشركة وبالتالي مش هتقدر تشتغل في اي اكسيبرت لان اغلب الاكسيبرتات هي شغالة على الحاجات دايد نعود الى الصفحة الرئيسية للشركة هو عنده ثلاث برامج تمام السوفت فاندينج سبرينت والبرو والاليت الاثنين دولة البرو والاليت دول مرحلتين لكن السبرينت دا هو المرحلة الوحيدة تمام يبقى عنده برنامج للمرحلة الوحيدة وعنده برنامجين دي المرحلتين طبعا ما يفرق هذا عن زاك ان دا يتلاقي تراجع تمانية بالمائة وده تراجع الخاص به عشر مائة وهنا هنا تراجع قلي على مرحلة الورى الثاشر مائة الاخرى عشر مائة تمام فالافضل أن د certamen الرفعة واحد لمائة لكن هنا تجد العربية اي له Però ده دي الفوارق ما بين هذا الحساب وذلك فأنا بالنسبالي الإليت أفضل الإليت أفضل اللي أنت تحصل على 10% الماكس درو داود تمام؟ ده طبعا 10% مرة واحدة لكن لابد أن تترك 6% في الربح وتسحب اللي فوق الـ 6% في الحساب المول يعني تعمل ربح اللي فوق الـ 6% هو اللي تتركه تمام؟ اللي فوق الـ 6% عزر اللي تسحبه لكن طبعا الأفضل بالنسبالي هو الإليت أو البرو بالتوفيق إن شاء الله ولسه مكملين في شرح هذه الشركة هتقدر تاخد 50% ده أمر ممتاز جدا في حساب طبعا أقصى طموحاتهم هو المائة ألف تمام؟ انت بقى المائة ألف زي ما قلتلك ليك حساب مائة ألف مول سواء إليت أو برو مائة ألف والسبرينت مائة ألف تمام؟ مائة ومائة يبقى 200 مائة في السوفت فاندين إليت أو في البرو تمام؟ تقدر تحصل على مائة ومائة يعني مثلا مائة في حساب المرحلة الأولى أو التانية وحساب ممول لكن ما تقدرش يعني ما تقدرش يبقوا 200 يعني انت ممكن تاخد 200 في الإليت لكن الـ 200 دولات ما ينفعوش يكونوا فاندد ما ينفعوش يكونوا ممول انت بتاخد 200 طيب ليه؟ عشان الحساب اللي انت بقى ممول المائة ألف ده إن شاء الله لو قسر يبقى انت معك ايه؟ احتياطي فيه ناس بتعمل كده انا بالنسبة لي ممكن اعمل كده ااخد حساب بمائة ألف وافضل اشتغل بيه واربح واسترد فلوسي وكل حاجة وكسبت حلو طيب ايه المشكلة ان انا اعمل حساب بمائة ألف آخر بحيث يكون احتياطي ممكن بقى اعمل رزق عالي على المائة ألف الأولى ديت اللي الممولة بحيث لو خسرتها خلاص ما انا معايا حساب هيصبح ممول يكون مثلا بقيله مثلا دولار ولا عشرة دولار ويبقى ممول وهكذا فيه ناس بتعملوا الأفكار ديت تمام؟ شكرا جزيلا بيتوفيق ان شاء الله وهتلاقي في الاسفل كل حاجة عن هذه الشركة شكرا